المهلة المحددة من أجل التنازل عن البنايات التابعة للدولة تمدد إلى غاية أواخر 2017 في إجراء يأتي للسماح للعملية باستكمال جميع حلقاتها بعد أن كان مقررا توقف استقبال الطلبات في ديسمبر من العام الجاري فالوزير عبد المجيد تابون تلقى تقارير تؤكد تسجيل تأخر كبير في العملية بذل العراقل التي واجهت الشاغلين للسكنات على مستوى الدوائر والدووين فمن المنتظر أن يسمح هذا التمديد بمنح أجال جديدة من أجل مواصلة التنازل عن الأملاك وتسريع واتيرة العمل بعدما عرفت ضعفا في إقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية السكنات التابعة للدولة الوزير تابون بعد تلقيه تقارير عن تأخر العملية أمر باستحداث لجنة ديوان الترقية والتسير العقاري من أجل تسريع التنازل عن الأملاك العقارية أكلت لها مهمة الدراسة والفصل في طلبات شراء الأملاك العقارية وتوفير كل الشروط التي تسمح للجنة باستلام طلبات الشراء المقدمة من طرف الطالبين الراغبين في اقتناء أملاكهم سيما أن مئات الملفات المتعلقة بالراغبين في الاستفادة من التنازل عن السكنات الاجتماعية لازالت عالقة في أدراج مصالح أملاك الدولة أو الدوائر المعنية بدراسة الملفات من أجل التقييم المالي وإعداد العقود والأمر بالدفع هذا وحددت الوزارة سعر البيع المرجعي للمتر المربع بـ 12 ألف دينار جزائري مع الأخذ بعين الاعتبار مكان توجد العقار حيث يستفيد المستأجرين من خصم مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل المسكن وتخفيضات بنسبة 10% في حالة الدفع الفوري و7% في حالة الدفع خلال ثلاث سنوات وتخفيض بنسبة 40% لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق